نهاردة لسيد محمد أبو العنين أدى اليمين أدوا السورية أمام مجلس النواب بعد انتخابه الأسبوع الماضي بالحصول على كاسة أغلبية زي ما نقول كده فارق أصوات كبير أكتر من 36 ألف صوت في دائرة قسم الجيزة النهاردة سيد محمد أبو العنين زي ما بلحكوا يمكن حدي من سادة النواب أكتر من واحد نهاردة كانوا بيتكلموني وأنا بشكرهم شكرا جزيلا قالك يعني حسين محمد أبو العنين راجع بيته يعني كان غايب بقاله وهو فعلا بقاله عشر سنوات غايب وراجع بيته فالناس عمالة النواب بيسلموا عليه الموظفين يسلموا عليه من أول مدخل طبعا وكان فيه لقاء مع الدكتور علي عبد العنين رئيس مجلس النواب وسادة النواب الإداريين موظفين زملاء فيه وكمان قاعة الصحافة والإعلام لحظة وصول السيد محمد أبو العنين إلى مجلس النواب لأداء اليمين ليبدأ ممارسة مهامه النيابية نائبا عن دائرة الجزاء ونائبا عن الشعب وزين بلحق والاستقبال كبير له النهاردة من سواء النواب أو الإعلام أو الصحفيين أو الموظفين أو الإداريين أو طبعا هنا في الهاية البرلمينة حزب الشعب الجمهوري وبعد شوية حزب طبعا محمد صالح أبو هميلا طبعا والموجود وعدد من السادة النواب أيضا اللي كانوا التقوا لأستاذ محمد أبو العنين ومعه طبعا عدد من السادة النواب اللي استقبلوا أستاذ محمد أبو العنين النهاردة في مجلس النواب وكل التحية ليهم وكل التحية طبعا زين بقول لحاكم النهاردة لأداء اليمين الدستورية أمام المجلس وطبعا لقاءات واستقبال زين بقول لحاكم من عدد من السادة النواب وعايزين يعني بنشكرهم كلهم كل وايضا موظفين أو الإداريين في مجلس النواب وطبعا لأستاذ محمد يعني من سنوات طويلة وهو في المجلس وهذه الاستقبالات زي ما احنا بنتابع البصمة لأنه بصمة الخاصة بدخول القاعة بيكون من خلال البصمة ومسألة التصويت أيضا من خلال البصمة وبيتم الإجراءات قبل دخول القاعة لأداء اليمين الدستورية زي ما حاكم شايفين دي البصمة التحديد والرقم 267 بيكون كل عدو له رقم داخل القاعة وبياخد بعد كده الحاجات الخاصة به اللي هي لايحة المجلس والدستور والحاجات الخاصة به مجلس النواب اللي بيكون موجودة مع أي عدو من أعضاء المجلس يستعين بيها في أي وقت والنائب طبعا عدد من السادة النواب ومنهم نائب منتصر الرياض اللي هو أيضا عضو مستقبل وطن حزب مستقبل وطن واللي هو كان ليه أيضا دعم كبير خلال الانتخابات التي خاضها الأستاذ محمد أبنانين الأسبوع الماضي مع حزب الشعب الجمهوري مع النائب منتصر ده القسم قسم اللي أقسمه لأستاذ محمد أبنانين النهاردة مع أيضا السادة النواب وهنروح بعد كده لقاعة واستقبال أيضا من سادة النواب زي ما حكوا بتتابعوا والنهاردة بيكون بداية أول يوم لبدء سيد محمد أبنانين مهمه النيابية اليوم نائبا عن الجيزة ونائبا عن الشعب دائما النائب لا يمثل دائرة فقط ولكن دائما النواب بيكونوا نواب عن الشعب قاعة الصحافة وزملاءنا الصحفيين اللي بيغطوا جلسات مجلس النواب صحفيين مندوبين الإعلام بحييهم كلهم عدد من زملاءنا الصحفيين والصحفيات اللي بيغطوا للمواقع والصحف وزملنا أحمد جلال عيسى بممثل الأهرام اللي بيغطي لي نشاط مؤسس الأهرام البحر البرلماني أحمد جلال عيسى وعدد من زملاءنا اللي أنا كمان بحييهم نشوف كمان أستاذ محمد أبو العنين في داخل المجلس وهو طبعا دكتور علاء عبد العالي يقدم الأستاذ محمد أبو العنين ليؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب نتابع